وفور وصوله مطار أنقرة كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مستقبلي الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأتي زيارة الرئيس السيسي الرسمية للجمهورية التركية تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في شهر فبراير الماضي وتأسيسا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترق بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الإقليم والذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين أضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن تشهد زيارة مباحثات معمقة لرئيس السيسي مع رئيس أردوغان إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا والذي من المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر